مصدر بنادي الزمالك قال لنا في رقم 10 نادي الزمالك في الأيام الأخيرة عرض عليه لعب جزائري تحت السن وإن إدارة الكرة في الزمالك رفض الدخول في مفاوضات معاه خلال الوقت الحالي وقررت المفاوضات أو قررت تأجي المفاوضات لشهر يناير اللي جاي مش مستعجدين الزمالك على ضم لعبين جدو مش عايز يعني زي بيقولوك ده يحرق مكان بدون دعا بدون دراسة جيدة وده شيء جايد جدا وتفكير جايد جدا من نادي الزمالك أيضا مصدر في نادي الزمالك قال لنا رقم 10 إن إدارة الكرة في النادي يعني بتتركب قرار رابطة الأندية خاص باستكمال مسابقة الدوري خلال كأس العالم فريران ما كانش مقتنع قوي بالقصة دي عشان يعني متوقع النسيف الجزيري وحمزة المسلوسي بتنضموا للمنتخب التونسي في كأس العالم وكان معايا أحمسؤولي رابط الأندية وقال لنا إنه لو تنين لعبين فقط أو يعني هيمشوا من الفريق لأي منتخب خلال كأس العالم ده مش هيدر بإقامة مباريات الدوري خلال كأس العالم بكرة هنعرف بكرة هنعرف في ورعة الدوري هل هنلعب مباريات في كأس العالم ولا لا أنا أعتقد إنه هنلعب مباريات في كأس العالم في أغلب الظن حبا في الكرة مش هبقى مبسوط ولكن حبا أكتر في المسابقة بتاعتنا إنها تخلص وننجزها هبقى مبسوط أنت متخيل؟ يعني إيه أنا زي أيهاي مشجع كرة في العالم ما نحبش إنه يبقى عندنا بطولة شغالة وكأس العالم شغالة ومباريات بتكسير عظام يعني مباريات ممتعة جدا في كأس العالم وإحنا هنا نلعب مبارياتنا المحلية ده في حب الكرة مش حلو بس حبا في المسابقة وإنجازها حلو يلا نزق نزق مع بعض واللي متدائم من حاجة نكملها وبصراحة لعب أو اثنين حتى لو من أهلي والزمالك خسران خسرانهم خلال كأس العالم تعدي تعدي بصراحة لقد الله اعتبرهم مصابقين أنا فاهم من كل عنصر مهم ومؤثر بس تعدي تعدي وإن شاء الله الأمور تبقى جيدة ونعرف بكرة في قرعة الدوري اللي هيحصل مصدر في نادي الزمالك قال لنا كمان إن إدارة نادي قررت يعني تفتح متجر خاص لجمهير النادي يتم فيه بيع المنتجات والتشيرتات وكافة التفاصيل المتجر هيكون غالما فيه سور النادي في منطقة المهندسين فكرة حلوة وحلو إن يبقى كل نادي عنده جوا النادي بتاعه أو قرائم من النادي مكان يبقى الناس بتشتريه فيه المنتجات ذا بيحصل في أوروبا وكل الأندية اللي موجودة في أوروبا وحتى أندية عربية كبيرة دا كان لازم يحصل خطوة أخر بس إنها تحصل دا شيء جيد جدا من نادي الزمالك جوزفالدو فريرا مدير فن نادي الزمالك رفض المغامرة بالرباعي محمود حمدي الوينش وعبدالله جمعة وشكبالة ويمام عشور بسبب الإصابات وبيرفض حتى مشاركتهم في مباراة الإياب كل واحد فيهم عنده إصابة مختلفة يعني فيه إصابات عضلية شكبالة مثلا كان عنده عنده برد فبرضو القلقانين عليه أنه هو يشارك في هذه المواجهة هو عايز أنه اللعيبة ما تشاركش لما تبقى جاهزة مية في المية وده شيء رائع جدا قائمة الزمالك دلوقتي بقى فيها زخم وفيها عناصر كتير مهمة مش محتاج تاخد ريسك السنة اللي فاتت طبعا نلضيكم فقول نادي الزمالك السنة اللي فاتت وعمل موسم عبقري كان قائمة وليلة جدا بسبب إقاف القيد ورحيل عدد كبير من اللعبين لسا مكملين مع حضراتكم أخبرنا من نادي الزمالك ومصدر في نادي الزمالك قال لرقم عشرة أن النادي استقر على عامل موسم رائع جدا هيعديه العقد ماليا وهيرضوه زي ما بيقوله يعني بعد المستوى الرائع اللي عمله وشيء رائع جدا إمام ما عملش أزمة ما عملش مشكلة وما تكلمش فكون نادي الزمالك يعمل الخطوة دي فشيء رائع جدا انت عرفين إمام أصلا بيدفع جزء من مستحقاته أو جزء من عقده لنادي غزل محلة ناديه السابق عشان يعني يكمل الدين اللي كان بين نادي غزل محلة ونادي الزمالك ده بالنسبة لإمام عشور